اشتركوا في القناة ابدائنية او استعداد للاستقالة او التنازل عن رئاسة الحزب ونقلت مصادر اسرائيلية عن قيادات في حزب الليكوت قولها ان انتصارات المعارضة في بعض مشاريع التصويت في الكنيسة ليست كافية وان قيادة الليكوت ستركز بعد المصادقة على الميزانية وقانون التسويات على الصراعات الداخلية هذا ويشهد حزب الليكوت في الفترة القادمة عمليات انتخابية داخل الفروع فيما يعمل وزير المالية السابق ازرايل كاس على تعزيز مكانته ويتطلع الى رئاسة الليكوت مستقبلا بعد انقضاء عهد نتنياهو بعد مضي ثلاثة اعوام من غياب ميزانية عامة للحكومة الاسرائيلية تجتمع الحكومة الجديدة وهي تحاول المصادقة على ميزانية العامين المقبلين جلسة الحكومة اليوم خصصت لدراسة مشروع الميزانية المقترح اضافة الى قانون التسويات التكציב הפام لا مشارت انترس של مجزار كזה واخر الا של كل مدينة اسرائيل כי הממשלה הזאת مشخررت لفعول لمعنى انترس الكلالي אנחנו مفخدين بيروكراتيا ومجدلين את התחارות لمعنى كולם ورغم تفاؤل رئيس الحكومة هذا الا ان داخل الائتلاف الحكومي نجح ليبرمن وزير المالية بجمع موافقة 17 وزيرا فقط وبقي هناك من هو غاضب وعلى رأسهم وزير الصحة نتسان هوروفيج الذي يطالب باضافة مليار شيكل لميزانية وزارة الصحة وانا فلن يصوت هو ووزراء حزبه لصالح الميزانية يجب ان تصادق الحكومة على هذه الميزانية التي يصل حجمها الى 433 مليار شيكل مقارنة ب411 مليار شيكل العام الماضي ولكن اضف الى ذلك ايضا 110 مليار شيكل دفع قروض وارجاع ديون وحوالي 70 مليار شيكل لمكافحة ازمة الكورونا تعتبر المصادقة على الميزانية العامة هي امتحان قدرة الحكومة على الصمود في ظل تزايد الخلافات الداخلية ويدعي ليبرمن ومعه نفتالي بنت ان اضرار رفض نتنياهو للمصادقة على الميزانية لمدة ثلاث سنوات لن يجعل من المهمة سهلة ولكنها ستمر بدأت وزارة الصحة الاسرائيلية حملة التطعيم بالجرعة الثالثة ضد فيروس كورونا بالتعاون مع صناديق المرضى في البلاد على ان تشمل الحملة منهم في جيل ستين عاما فما فوق هذا واعلنت الوزارة تسجيل اكثر من الفين وثمانين اصابة كورونا جديدة خلال اربعين وعشرين ساعة حيث بلغ عدد الحالات النشطة ثمانية عشر الفا وسبعمائة وخمسة وسبعين اصابة وحذرت ادارة المستشفيات الحكومية في البلاد وزارة المالية من عدم قدرتها على استقبال المزيد من مرضى كورونا في خلال ايام قليلة في ظل الارتفاع المتواصل للاصابات والحالات الخطيرة التي تم تسريرها وزيرة جديدة وسياسة جديدة للمرة الاولى منذ سنوات تتولى منصب وزيرة التربية والتعليم شخصية حربت لتكون في هذا المنصب يفعاد شاشبيت المنشقة عن الليكود ومن تكفى حدشا حاليا جاءت الى وزارة التربية والتعليم متعطشة لتغيير جذري بالسياسات وفي اول فرصة اصدرت تعليمات تتركز فيها جهود المدرسة والاطقم المهنية على الحالة النفسية للطلاب وتعزيز هويتهم الى جانب تغيير في سبل ادارة المدارس ولكن اسئلة كثيرة تدور عن واقعية تطبيق هذه السياسة الجديدة الوزارة قامت بتوزيع 60 الف حاسوب على المدارس العربية قمنا بتوزيع ايضا 3000 حاسوب على المعلمين قمنا اجرا باجراء اللي هو عمليا تطوير مهني للمعلمين وتهيئة المعلمين للتعلم عن بعد نحن اتحدث اليوم عن كل ما يتعلق بقضية تغيير استراتيجية التعلم يعني المدارس ستختلف بعد عشر سنوات يعني عندما ننظر الى جهاز التربية والتعليم بعد عشر وبعد 15 سنة كل ما يتعلق بقضية التعليم اللي احنا منسميه التعليم الوجاهي رح يتغير رح يكون تعلم اللي هو تعلم عن بعد ورح يكون تعلم هنالك اللي هو التعلم الوجاهي المعطى الثاني اللي احنا كمان مطالبين انه احنا نتعامل معاه البحث الاخير اللي نشر من قبل منظمة الدول العالمية اللي بيشير انه 65% من طلاب الصف الاول عمليا لما بهنه الصف الثاني عشر وبنخرطه في سوق العمل رح يعملوا بمواضيع اللي هي مش موجودة في سوق العمل اللي موجودة اليوم هذا بتطلب مننا تغيير كل ما يتعلق بقضية استراتيجية التعليم والتعلم وبالرغم من ان توجهات الوزيرة الجديدة شاش بيت بشكل عام لاقت الكثير من الانتقادات يرى الاهلي ان هذا التغيير من شأنه ان يصب في مصلحة الطلاب بعد عام عصيب من جائحة كورونا ولكن كان من الاجدر ان يكون تعاون مشترك مع الاهالي لتطبيقها اتأمل انه لما بتحكي الوزيري على هذا الاشي انه يكون فيه تنفيذ عارض الواقع وليتغير على مستوى المدارس بتعامل مع الاهل ويكون راي لقلنا في حتى في البرنامج بدا تحطه الوزيري الوزيري حطت برنامج ما سألتش الاهل طب تسألنا تقولنا ايش اللي بتقويا ايش المشاكل اللي عندكو لانه المشاكل اللي عندنا في الناصري بتختلف عن المشاكل في النقب والمشاكل العرب ككل بتختلف عن المشاكل عند اليهود فيجب سؤالنا على اساس انه احنا كمان نحط اصبعنا على الجروح ونقولها شو طريقة التعامل معنا من اجل رفع المستوى التعليمي والنفسي والاجتماعي للطلاب اذا فان السياسة الجديدة ضرورية خصوصا بعد ازمة كورونا لكن بين ضرورتها وتطبيقها على ارض الواقع يقع تحدي كبير خصوصا في المناطق العربية التي تعاني من شحن في الميزانيات والامكانات بالاضافة الى اهمال يأمل الجميع ان تكون نهايته قريبة ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية ان النيابة العامة طلبت من المحكمة العليا تجاهل تقرير الرئيس السابق لقسم التحقيقات مع افراد الشرطة مع حاش الذي اكد ان احداث قرية ام الحيران التي استشهد فيها المربي عقوب بولقيعان بنيران قوات الشرطة عام 2017 لم تكن عملية هجومية من جانب الشهيد جاء ذلك ردا على التماس قدمته عائلة ابو القيعان ضد قرار النيابة والمستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية افي خايماند البليت باغلق ملف التحقيق ضد افراد الشرطة الضالعين في قتل الشهيد ابو القيعان او محاكمتهم يذكر ان ابو القيعان استشهد في الثامن عشر من كانون الثاني عام 2017 بعدما اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة قرية ام الحيران في النقب بهدف هدم بيوت فيها وادعت من دون اي دليل بحوزتها ان الشهيد ابو القيعان نفذ عملية دهس متعمدة اجبرت السلطات الاسرائيلية مواطنا من قرية جل جوليا على هدم مخزن زراعي في ارضه في منطقة البساتين حيث اصدرت سلطات التنظيم والبناء في وقت سابق امر هدم وغرامة مالية قدرها خمسة عشر الف شيكل ضد المواطن بضريعة البناء دون ترخيص واضطر المواطن بهدم المخزن تفاديا للغرامة والتكاليف الباهظة التي تفرطها السلطات في حال نفذ امر الهدم ويذكر ان السلطات هدمت ارضية مخزن قيد الانشاء في منطقة البساتين بجل جوليا الاسبوع الماضي لم تفاجئ هبة الكرامة الاخيرة المؤسسة الاسرائيلية وحسب بل فاجأت ايضا للمجتمع العربي بنفسه بالمنسوب المرتفع من الوعي والانتماء التي تتمتع بها شريحة الشباب في مجتمعنا ضمن الورشات التي نظمها مركز مسوا في حيفا التقينا بعينة من هذا الجيل الصاعد من 16 مدينة وبلدة عربية ومختلطة من النقب حتى اقصى الشمال صراحة احنا جيل اللي فاجأنا لكل الاجيال اللي كانوا كل الخاي بأملوا منا وما كانش بتوقع انه امليا احنا على ما تصير هاي الهبة وكل هاي الامور انه احنا نطلع على الشارع بس احنا بالحاكس طلعنا على الشارع احبرنا عن غضبنا اعطينا راينا شفنا فرجينا قديش انه احنا احنا عنا انتماء لهاي الارض واحنا بدنا واحنا هذا حقنا ولازم نناضل علشانه بالصمود بعدم التخلي بطموحاتنا بتفكيرنا بعقليتنا نقدر نوصل لاعلى المراتب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان حلمنا يتحقق في اعتراف قريتنا وترجع كما كانت استمرت الورشات على مدار خمسة ايام متواصلة تمام خلالها تمرير فعاليات تثقفية تهدف الى رفع الوعي لدى الطلاب على صعيد الحقوق والمرافعة كما شملت جولات تعريفية في مدينتي القدس ويافا بتعلمنا اشياء عن موطننا يعني هني كانوا يعملوا جولة مثلا بيافا ويحكو لنا عن تاريخها يعني ايش متى ان صار بنكبة الـ 48 يافا وحيفا والاوتس بتعرفنا على معلومات جديدة ما كنا نعرفها كان في هناك ايضا تواصل مع السفرات اجنبية كانوا في الكنيست كان هناك جولات ميدانية وايضا ورشات لفن الخطابة وكيف الالقاء وايضا نفهم كيف هن بقدروا يعملوا شغل انه يقدروا يكون عندهم مبادرات شبابية اللي يقدروا ينفذوها في الحيز عندهم في قراءهم ومدنهم وشكلت الورشات فرصة بالنسبة للمشتركين للتعرف على قصص زملائهم من البلدات المختلفة قصص تحتوي على معاناة يومية يصعب تصديقها لكن عنوانها هو ثبات وصمود ويعتبر سعيد من قرية العراقيب التي هدمتها اسرائيل 190 مرة اكبر مثال على ذلك لما سمعوا اني من العراقيب اندهشوا لما قلت لهم كم ورن هدمت العراقيب اندهشوا اكثر واكثر لما قلت لهم كيف الحياة او كيف ظروف الحياة المعيشة في العراقيب كانت بالنسبة لهم صدمة بس رغم كل هذا انا بالنسبة لي يعني مواخذ على الموضوع مواخذ على الوضع فما باخذهم على انهم فهدهشة هذي مثلا بقرية العراقيب ما كنت يعرف انه هالقدي مثلا انه هني متواجعين هالقدي بعين وهيك يعني معلوات جديدة علي شكلت هبة الكرامة نقطة تحول مفصلية بالنسبة للمجتمع العربي في الداخل وكان لهذا الجيل الشاب دورا بارزا في رسم معالم المرحلة القادمة مرحلة عنوانها تحدي وصمود امام مؤسسة اسرائيلية باتت تدرك تماما بان قبضتها الامنية لم تعد تجدي نفعا ولن تقمع عزيمة واسرار هذا الجيل الناشئ على حب الوطن وتمسكه بهويته العربية الفلسطينية وعدم التفريط بحقوقه التي يسعى لانتزاعها بعز وشموخ دون التنازل عن الكرامة موسيقى أصيب عامل يبلغ من العمر 24 عاما بجروح وصفت بالخطيرة بعد سقوطه عن علو نحو ثمانية أمطار أثناء عمله في مدينة نوفاقليل بالقرب من الناصرة وقدم المسعفون العلاجات الأولية للمصاب ثم تم نقله إلى مستشفى هاعمك في مدينة العفولة لاستكمال العلاج يذكر أن حوادث العمل ازدادت خلال السنوات الماضية الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات العمل غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين وعمال أجانب وسط إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها خاصة لناحية غياب وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابين يبلغان من العمر 24 عاما و25 عاما بشبهة قتل الشاب سرحان عطلاء البالغ من العمر 30 عاما من قرية ياركا في جريمة إطلاق نار وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في جريمة القتل بعد تلقيها بلاغا عن جريمة إطلاق نار أصيب خلالها ثلاثة شبان من ياركا بجروح حرجة ومتوسطة وطفيفة ثم تم نقلهم إلى المركز الطبي للجليل في مدينة نهرية لتلقي العلاج يذكر أنه منذ مطلع العام الجاري بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 56 قتيلا في ظل تواصل انتشار آفة العنف والجريمة في البلدات العربية تحول عرض مشروع لخريجي برنامج مندل للقيادة الثقافية في النقب إلى مهرجان تربوي بعد حضور المئات من المواطنين إلى السوق البلدي في بئر السبع للمشاركة في هذه الأمسية أنا أفكر أن تبادل الثقافات الموجودة اليوم اللي بيسوهم مشروع مندل جدا جدا مهم خصوصا في مدينة تاريخية عريقة اللي مهمة لكل مواطنين في النقب اللي هي مدينة بير السبع أنا أفكر أنه خصوصا في السوق اللي بيجمع الكل من عرب ويهود مهم جدا أن يكون تبادل الثقافة موجود في هذا المكان لأن احنا بنشوفها بشكل يومي ولكن ما بنشوفها بشكل ثقافة ما في تبادل الثقافة موجود في هذا المكان ولكن وجود اليوم الحفل اللي صار هو جدا مهم لتبادل الثقافة المشروع اليوم هو يلا ثقافة بيحكي عن تعدد الثقافات في النقب واللي هو عمليا بيدعم الشراكة العربية اليهودية وبدعم كمان أنه يكون في عندنا كشف لثقافات أخرى اللي هي بتعبر عن كل إنسان ساكن في النقب وبهمه المناخ النقباوي كيف يكون مستقبلا فعنا هون تطلع اللي هو عمليا تطلع رؤية حاضرة ومستقبلي لكيف تكون التربية أو الثقافة في النقب يلا ثقافة الذي ضم محطات لخريجي البرنامج القيادي للشباب والناشطين يهدف إلى تطوير الثقافة في النقب حيث يضم البرنامج خمسة عشر مشاركا من المنطقة الجنوبية يعملون في مجال الثقافة من فنانين وممثلين ومدراء ثقافة ورسامين والذين تجمعوا تحت سقف واحد من أجل العمل على تطوير الثقافة والنهوض بها في جنوبي البلاد نحن اليوم موجودون هنا في السوق البلدي في مدينة بئر السبع عاصمة النقب وكذلك في تخريج الفوج الثالث من برنامج منديل للقيادة التربوية ما نشهده الآن هو عمليا عرض للمشاريع التي عكف عليها المشتركون لمدة عام حيث توج هذا اليوم بعرض هذه المشاريع والتي تصب في نهاية المطاف في تطوير الثقافة في منطقة النقب هذه المجموعة تضم عربا ويهودا من النقب والذين شاركوا في التبادل الثقافي ودعم الشراكة من خلال عرض مسرحيات ومعارض صور وفقارات شعر وفقارات غنائية وتراث بدوي وغيرها من المحطات الثقافية المختلفة في عاصمة النقب طالبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في القدس المواطنين الفلسطينيين تكثيف تواجدهم في الفعاليات الرافضة لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة تهجير المواطنين من منازلهم وزيادة التضامن معهم مؤكدة أن كوادرها سيتواجدون للتصدي للمستوطنين وكل من يحاول المس بالمواطنين وأكد عضو إقليم فتح في مدينة القدس إياد بشير أن الاحتلال يضرب عرض الحائط كل القرارات الدولية المتعلقة بالقدس المحتلة ويواصل انتهاكاته مع قرب عقاد جلسة المحكمة الاثنين للنظر في إخلاء أربعة عائلات فلسطينية من منازلهم يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعت وقفة احتجاجية سلمية في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة ضد سياسة التهجير القصري لأهالي الحي حيث تواجه 28 عائلة فلسطينية خطر الإجلاء من منازلها التي تقيم فيها منذ عام 56 قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن قمع الاحتلال الوحشي للمسيرات والاعتصامات السلمية يستدعي صحوة قانونية أخلاقية من المجتمع الدولي وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن قوات الاحتلال لا تتوانى عن استخدام القوة ضد المحتجين السلميين العزل لإيقاع أكبر عدد من الإصابات بينهم في محاولة لإرهابهم ومنعهم من تسيير مسيرات احتجاجية دفاعا عن أراضيهم وامتلكاتهم في مواجهة الاستيطان الاستعماري التوسعي ودانت صمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم المستمرة وعدم محاسبة الاحتلال على خرقه للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ودعت إلى سرعة تطبيق مقررات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وإلزام دولة الاحتلال الإنصياعة والخضوع التام لقرارات الشرعية الدولية دون أي تباطؤ ارتفع عدد الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 17 أسيرا منهم 16 رفضا لاعتقالهم الإداري حيث انضم للإدراب منذ أربعة أيام في زنازين سجن النقب الأسير يوسف العامر وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان له أن الأسير سالم زيدات الذي دخل يومه الواحد والعشرين على التوالي في الإدراب ويواجه وضعا صحيا صعبا في زنازين سجن النقب وبدأ يتنقل بواسطة كرسي متحرك إلى جانب عشرة أسرى في النقب يواصلون الإدراب ويعانون أوضاعا صحية صعبة وأكد أنه لا توجد بوادر حول حلول جدية حتى اليوم بشأن قضية المضربين عن الطعام لافتا إلى أن سلطات الاحتلال تواصل تصعيدها لسياسة الاعتقال الإداري وإصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداري بحق معتقلين جدد وأشار نادي الأسير إلى أن أعداد الأسرى المضربين سيأخذ منحنى تصاعديا خلال الأيام المقبلة وقد يكون هناك إضراب إسنادي من بعض الأسرى في حال لم تستجب سلطات الاحتلال لمطلبهم يذكر أن نحو أربعين أسيرا منذ مطلع العام الجاري نفذوا إضرابات عن الطعام جلها كانت رفضا لسياسة الاعتقال الإداري علما أن عدد الأسرى الإداريين بلغ حتى نهاية شهر حزيران الماضي نحو خمسمائة وأربعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر